افتتح في تونس اول مصرف انتجاري اسلامي في البلاد ونظر لطبيعة البنك فان له هيئة شرعية استشارية وسيوفر البنك الزيتون خدمات مالية جديدة تتطابق مع تقنيات التمويل الاسلامية على مستوى التمويل والاجار المالي او المشاركة والاستثمار باضافة الى الخدمات الاخرى مثل ادعاء الاموال والاكراد في مسعى لتوفير فرص تمويل واستثمار بديلة تتطابق مع الشريعة الاسلامية افتتح بتونس بنك الزيتون كأول مصرف انتجاري اسلامي في البلاد شارك في حفل افتتاح المصرف مسؤولون كثيرون واقتصاديون من انحاء البلاد بينهم وزير المالية محمد رضا شلغوم وبرغم انتشار التمويل الاسلامي في دول عديدة بانحاء العالم بسرعة كبيرة الا انه ليس له قواعد محددة تماما على الصعيد العالمي وسيوفر بنك الزيتون خدمات مالية جديدة تتطابق مع تقنيات التمويل الاسلامي على مستوى التمويل والاجار المالي او المشاركة والاستثمار اضافة الى الخدمات الاخرى مثل ايداع الاموال والاقراد هي مؤسسة مالية كأي مؤسسة مالية اخرى الارباح انتعه عندها نفس التصيير ونفس التكييف من ناحية القانونية زي الارادات للبنوك الاخرى سواء كانت معناها عمولات اذا كانت هي خدمات نفس الشيء احنا زاد عنا عمولات او ارباح على التمويلات اللي هي بالنسبة للعقود الاخرى هي فوائد على قروض بالنسبة لحنا هي ارباح على تمويلات وتأسس البنك الجديد برأس مال يبلغ 23 مليون دولار بمشاركة سبعة مساهمين يمثلون اكبر المجمعات التونسية الخاصة وسيرتفع رأس مال البنك الى 71 مليون دولار في 2011 بهدف مؤكبة مخطط النمو الاستراتيجي له ومن المنتظر ان يفتتح البنك خلال النصف الاول من هذا العام تسعة فروع على ان يبلغ عدد فروعه 20 فرعا في العام المقبل بالنسبة للتمويلات الاسلامية ما فيماش ايطار جبائي ملائم يعني يتلائم تماما ونوعية العمليات اللي تقوم بها البنك الاسلامية في مادة الادعاء القيمة المضافة في مادة الادعاء المربيع في مادة الخصم من المورد هذا من الكل يلزم ثم ايطار وقواعد جبائية تتلائم ملائمة تامة مع نوعية العمليات التمويلات الاسلامية خطر نوعية خاصة وتطلع بنك الزيتونة الى اكتساب بعض اقليمي ولا سيما في المنطقة المغاربية خاصة وانه اول بنك اسلامي مغاربي لا ينتمي الى مجموعة مصرفية اجنبية يساهم بفعالية في دفع نمو الاقتصادي للبلاد وتطوير التبادل التجاري الاقليمي ويشهد قطاع التمويل الاسلامي الذي سجل حجم نشاط يفوق 700 مليار دولار اقبالا واهتماما متناميين اذ ابرزت دراسات صلابة البنوك الاسلامية وقدرتها على الصمود ازاء تأثيرات الصدمات ومنها الازمة المالية والاقتصادية في الفترة الاخيرة